كيف نرتقي به ممينة؟ الحقيقة العلم وحده يرقى بهمته يعني أيام نسهر مع بعض الإخوة الأطباء في طبيب تقدم له بعض الحلويات يرفضها أشد الرفق يعني مرة عاتبوا قال والله أحبها أكثر منكم أما أنا عملي بجراحة القلب حينما أرى الشرايين كلها مزدودة وكل واحد حينما يفاجأ بالقسطرة أنه في خمس شرايين مزدودة ندسم بالمواد الدسمة فبيكرها الحلويات كراها عقلية فمعناها لما إنسان بيكون علمه عالي العلم يدفعه إلى حب وكراهية جديدتين في حب حسي وكراهة حسية الأكل الطيب طيب بس في أكل صحي الأكل الصحي أقل مذاق من الأكل المؤذي فالإنسان بيعقله أحيانا بيكره شيء الأيام طالب هدفه ياخد الأولى في الجامعة بيلغي السهرات بيلغي النزهات بيلغي اللقاءات أشياء محببة لكن هدفه الكبير جعله يكرهها عقليا فمن أين تأتي علو الهمة من العلم؟ أين تلاقي الطبيب يعقم الخضروات تعقيم غير معقول أنه أنت علمه غير علمه وحينما يرى الأمراض الوبيلة الناتجة عن عدوى أو عن تلوس الفواكه والاستماع ببالغ بخسلة فتأتي علو الهمة من العلم لذلك قالوا إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهم معا فعليك بالعلم سيدنا يوسف ولقد همت به وهم بها طبعا لا شك أن همه بها غير همها به همت أن تغريه أما هم بدفعها وإياك ثم إياك ثم إياك أن تتوهم أنه هم بها يعني بدأ بدأ بالاستجابة لها مستحيل ولقد همت به وهم بها همه بها غير همها به لأنه ولقد راوته عن نفسه ألف استعصى الواحد لو شاهد أفعى بغرفة هي همت أن تلدغه وهم بقتلها همه بقتلها لا بالاستجابة لها مستحيل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه في تفسير لطيف جدا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لذلك أخواننا الكرام أخطر شيء لحياتنا الرؤية الرؤية الذي يسرق ماذا رأى في سبع أشخاص سرقوا من يبرود صائغ وأخذوا الذهب وقتلوا بعد بعد أعتقد شهر شرقوا جميعا في المكان نفسه هم حينما أقدموا على سرقة هذا الصائغ وقتلوا هل رأوا أنهم سيشنقون هنا؟ لا لا رأوا أنهم سيغتنون إذن كل الخطار بالرؤية ماذا ترى؟ دقيق الآن المؤمن يلقي الله في قلبه نوراً يريه الحق حقاً والباطل باطلاً أقوى آي به المعنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به يعني أعظم شيء عند المؤمن أنه بطلب العلم ملك رؤية صحيحة لذلك لا شيء يرفع همتك لا شيء يقوي إرادتك كطلب العلم بالعلم تعرف الخير من الشر والحق من الباطل وما ينبغي وما لا ينبغي إذن وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْرَأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ يعني إنسان أيام يعرض عليه مبلغ فلدي مقابل أن يكتب الوفاة الطبيعية هي الوفاة جريمة أيام بقول له خمسين مليون إذا من وفاته جاء ألف مليون يدفعه خمسين مليون فالمؤمن لو مئة مليون عنده رؤية لا يمكن يتكلم بغير الحق غير المؤمن تضعف همته يدفع سمن عمله مرة كنت آتية من حلب في أيام الشتاء القارسة والأمطار كأفواه القرى وجدت رجل يمشي يركض في العدوي في الشارك قلت الشام فيها خمس ملايين معظم سكان الشام جالسين حول المدافع يأكلون ويشربون هذا كم هي القناعة في ذهنه حتى في هذا الوقت العصيب في الأمطار الشديدة يمشي ويرقض في رجل اسمه جيفري لنغ هذا أكبر ملحد بأمريكا أستاذ الرياضيات في جامعة سان فرانسيسكو في أستاذ له أرسله طالبة شرق أوسطية في أيام الصيف الحارة وحجة بحجاب كامل وتحضر الدكتوراه في الرياضيات فبقول هذا جيفري لنغ الملحد قال هذه الفتاة بهذه السياب في عند قناعات بأعلى مستوى جعلتها ترتدي هذه السياب مع أن كل الفتيات شبه عرايا قال تهيبت أن أحبق في وجهها ورغبت أن أقدم لها كل خدمة وعكفت من يومي على قراءة القرآن لكن بنية أن يرى الأخطاء وصل إلى قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية اتصل بصديقه موريس بوكاي بفرنسا قال له أنت ألفت كتابا تقول أن القرآن كتاب مقدس فاللهي خطأ فكيف هذا الذي كيف فرعون نجاه الله ببدنه فأجابه موريس بوكاي قال له هذا الرجل رممت جسده بنفسه هذا أرسل من القاهرة إلى باريس لتغميم جزته هذا فرعون موسى الذي مات غرقا وآثار الملح في فمه فهنا أيقا أن هذا كلام الله والآن من كبار الدعاة بأمريكا لذلك قالوا استقيموا يستقم بكم استقيموا يستقم بكم كان أكبر ملحد هذه الفتاة المحجبة قال في عندها قناعات متميزة حتى لبست هذه السيادة فلذلك أيها الإخوة الإنسان حينما تكون قناعاته عالية جداً يسلك شروق مختلف عن بقية الناس إذن أحد أكبر أسباب علوة الهمة العلم الآن في عنا سبب آخر كلما كبر الهدف إزدادت الهمة علوة في أهداف محدودة أهداف تنتهي هدفه الأكبر شراء بيت اشترى بيت هدفه الأكبر يتوظف توظف هدفه الأكبر يصير غني صار غني الأهداف الدنيوية لا تجعل الإنسان ذهمة عالية أما أهداف كبيرة لو واحد أراد أن يقدم بأمته شيئاً أن يحل مشكلة أمته في مشاكل البطالة مشاكل عنوسة مشاكل الجهل مشاكل الانحراف فإنسان أراد أن يحمل هم أمته فكلما كان همه كبيراً كانت همته كبيرةً أخواننا الكرام المقول الرائعة علو الهمة من الإيمان لذلك صاحب أصحاب الهمة العالية لا تصاحب أصحاب الهمة الدنية أيام بتعيش مع واحد إيمان قوي بشجعك تتوق أن تكون مثله تتمنى أن تفعل الخير تتمنى أن تحفظ كتاب الله تتمنى أن تكون داعية إلى الله صاحب أهل الشهوات تثبت عزائمك تشتهي أن تكون في معاصيهم فلذلك يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِتَّقُوا اللَّهَا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مرة أخ أسمع الدرس على خلاف المألوف وقف قال لي ما نسمع الدرس ما نكون بأحلاء بحالة مريحة جداً نغادر إلى البيت نعود إلى ما كنا عليه أين المشكلة؟ الله ألهمني جواب مختصر تغير الطائم تبعك تغير الطائم الأصدقاء مدام عايش مع أناس ماديين دنيويين شهواليين إستبطولك كل عزيمك كن مع المؤمنين وأنا أول ما أسأل عن هذا الموضوع الواحد سألني على الهاتف أنه أنا عندي مشكلة أقول له صاحب المؤمن لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي أقول له الآية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ إذن صاحب أصحاب الهمة العالية شيء آخر من علامات أصحاب الهمم العالية الدنيا عندهم صغيرة ليست كبيرة يعني ماله مستعد يعصي الله لو تعطيه مليار الدنيا صغيرة صغيرة أمام طاعة الله عز وجل شيء آخر أصحاب الهمة العالية لا يتأثرون بالبيئة إطلاقاً لأننا أحياناً نتلاقي نساء المسلمين تحت رحمة مصمم أزياء فرنسي قد يكون يهودي تحت رحمة مصمم أزياء أي تصميم للأزياء يتبعه نساء المسلمين هذا من ضعف الإيمان أما قوي الإيمان يتحرك بقناعاته ترتدي المرأة المؤمنة السيابة التي ترضي الله عز وجل فيا أيها الإخوة علو الهمة من الإيمان أو ممكن أن يقابلها قوة الإرادة قوة الإرادة تحتاج إلى هدف كبير وإلى علم غزير وله